رجعنا 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 السلام عليكم حياكم الله ويعرف اياكم دوري ابطال اسيا مبارك عليكم رب الله مبارك القوى الجوية يحقق انتصار على فريق الجزيرة بهدفين مقابل لا لا هدفين مقابل هدف جزر الامارات والعبور الى شباك الجزيرة للمرة الثانية يسدل هنا هدفا رائعا القوى الجوية دوري ابطال اسيا طبعا منور بوجود الفريق العراق القوى الجوية هذه النسخة الثانية على التوالي اللي يخذها فريق القوى الجوية بالنسخة الاولى المحقق شي خسارتين متتاليتين كانتها مع فريق الشارق الاماراتي ثم فريق الجزيرة طبعا الى باع طويل في هذه البطولة عكس فريق القوى الجوية بطولة دوري ابطال اسيا بعد الغياب الذي دار لثلاث سنوات بعد الغياب الذي دام لثلاث مواسم لثلاث نسخ في بطولة دوري ابطال اسيا ها هو الجزيرة الاماراتي يعود هنا لبطولة دوري الابطال الاسيوي المبارات الاولى امام القوى الجوية العراقي حقيقة فريق الجزيرة لأول مرة يلاعب فريق العراقي القوى الجوية لكن القوى الجوية واجهة ست فرق اماراتية فيها مناسبات مختلفة للأسف يعني ما حقق فقط انتصار وحيد على الوصل ب2008 اما بقية النتائج كانت تعادل وحيد واربع خسارات لكن التشدري من القوى الجوية اليوم حقق انتصار حلو على الفريق الجزراوي الاماراتي وبذلك يكون ثاني مجموعته شباب السعودي اولا جوية ثانيا جزيرة ثالثا واخيرا مومباي الهندي رابعا يأتي هدف المباراة الاول لمصلحة العريق يسدل الفريق الاكثر عراقة الفريق الاقدم والاعرق على مصفى كرة اما فريق الجوية اليوم حقيقة انتصار باجزاء من المباراة لانه فريق الجزيرة استعود على معظم اوقات المباراة تقريبا ستين بالمئة استحواض الفريق الجزيرة على مجريات المباراة لكن ما كان يهدد ما كان خطر مثل فريق القوى الجوية اللي قلب الموازين اكيد بشوطة ثانية خاصة بعد ما نزل حاول يعني نحكي مشاكر انه ينزل بعض الاعابين الشباب خاصة منتظر عبد الامير منتظر عبد الامير عمل شغل كلش كبير مع فريق القوى الجوية على الجهة اليسرى عملهم شوارع سواهم خردة فريق محمد القاسم ما شو الله عليه نجم موعود موهوب للمنتخب العراقي وللكرة العراقية من نار التوفيق منتظر يأتي بالكر الله 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 للأسف ما اقدر استعرض المباراة مثل ما عبدتكم انه اعرض المباراة واعرض كل شي خلالها بسبب حقوق البث وهذه الاشياء حتى المباراة صعب نشوفها للأسف هذا شي خارج عن ارادتنا لكن كل ما نقدر نقوله انه فريق القوى الجوية اليوم كان حاضر وعمل مبادرة حلوة على فريق الجزيرة بهذا الانتصار يكون فريق القوى الجوية وضع قدم في الدور الثاني رح تقولوا لي ليش لانه البدايات مهمة جدا نعم الحكيم شاكر كحكيم شاكر عنده خبرة بالبدايات الناجحة كان دائما بعدين ينتكس لكن الآن الآن مع فريق القوى الجوية صارت خبرة عند المدرب فيه بطولات دورة أبطال آسيا مو غريب عن حكيم شاكر لكن عن فريق القوى الجوية عن الشباب الموجودين اغلبهم دوليين اعتقد مهم جدا هذا الانتصار ويعني معنويا رح يساعدهم بالانتقال للدور الثاني امامنا يعني مسيرة طويلة جدا يعني طويلة مع الفريق وفريق القوى الجوية لكن فريق حققا مثابر ليش أنه هو يشارك للمرة الثانية على التوالي في دورة أبطال آسيا ما انسحب وعنده آمال كبيرة في هذه البطولة على مستوى الكادر التدريبي وعلى مستوى اللاعبي تحلقوا أولا تصلوا أولا تضربوا أولا لمسلحة القوى التوية العراقية أنا ف elemento لاحظت فريق الجزيرة الاماراتي تناقل بالكرة ضعف ما تناقله فريق القوة الجوية تقريبا بميتيين تمريرة أكثر من الميتين تمريرة ناجح صحيح قام بها فريق الجزيرة اهكس فريق القوة الجوية رح يقولون هو المهم بالعبرة بالنهايات نعم عبرة بالنهايات ستطاع في القوة الجوية المحقق هدف من ركنية وهذه الركنية لعبها ضرغام اسماعيل وعادة ضرغام اسماعيل لي يعرف ضرغام متابع ضرغام يلعبها على قائم الأول اللاعب اللي انطلق لي الكرة وسجل من عندها هدف كان يعرف المكان اللي راح يلعب ضرغام علي الكرة القائم الأول ضرغام يلعب الكرة على قائم الأول حتى في المطر ما يوصلها يعني القائم الأول فقط أرسوله هنا بهذه الصور الله فإتثار تلعب ضد فريق بيض درغام ودرغام راح يلعب للركنية التتأكد أنه الركنية هذه في القاعم الأول راح توقف هناك بالقاعم الأول تقطع الماء والكهرباء عليهم مشكلة المنتخبات العراقية مشكلة الفرق العراقية بشكل عام مشكلة المنظومة العراقية بشكل عام الآن وجودة هي خط الوسط ما عندنا يا جماعة لاعب في الثلث الهجومي من الخط الوسط يعني هذا اللي يلعب من قوس الجزاء إلى قوس الخط الوسط هذا اللي يصنع لعب اللي يلعب هنا اللي يلعب خلف المهاجر هذه المنطقة دائما صار فترة طويلة جدا ما شفنا لعب عراقي موجود في هذه المنطقة هو ملك تحس ملك سيد في هذه المنطقة يصنع لعب يخطور يهاجب يخطريق يسديد لا لذلك تشوف أغلب الفرق العراقية اليوم تلعب على اليمين وعلى اليسار وتعتمد بشكل كبير جدا على الكرات العرضية وإن كان يعني هي مو منتجة لأنه إحنا ما الحق من عدها أهداف يعني إحنا جدا نلعب كرات عرضية ركنية ما لدى الحق من عدها أهداف الأهداف بالعكس تجي من الكرات العشوائية والكرات البينية نادرة جدا من جي من عدها أهداف وعلى أي حال تبقى هذه المنطقة خالية يعني شبه خالية الآن في هذه الفترة الزمنية من حياة الكرات العراقية الوصول من اليمين العرضية المرسلة يعني اليوم شفت واضح في فريق القوة الجوية وجود صفاء هذه مع عبود يعني في هذه المنطقة يزين خوش عاملين شغل لكن اليمين وعلى اليسار يرجع من الخلف لا يقدرون أن يخترقون من الخط الوسط وما إجاء لعب يقدر يخترق من الخط الوسط يعني يقولون له عدنا حسن عبد الكريم كلاعب عراقي يعني يقدر حسن عبد الكريم يعني يقدر حسن عبد الكريم ويدخل من الخط الوسط من خلف المهاجم لكن في فريق القوة الجوية حالياً ما موجود هذا اللعب للأسف شفنا ملتظر عبد الأمير عجبنا كل جيد على الجهد اليسراء ومهاري كذا لكن هذا المجزء من الملعب بالأسف ما كان ولو كان عند الفريق الجوي يلاعب يلعب في هذا المكان لا يقدر حسن عبد الكريم بالنسبة للهجمات بالنسبة للانتقال من الدفاع الهجوم الخطورة التي يعملها فريق القوة الجوية وغيرها من الفريق من الفرق العراقية لا يقدر حالياً قوة الجوية عدة ثلاث نقاط هذا كل شيء مهم نبارك لهم وفي نهاية هذه الحلقة كل اللي أتمنى أن أمنعكم أن تضعوا الإعجاب تعليق وإن شاء الله أشوفكم على خير فيه مع الله ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة